أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بقيامه بأول زيارة لتركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وبناء على زيارة أردوغان القاهرة في فبراير الماضي ما يعد تأسيساً لبداية جديدة في العلاقات جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ونظيره التركي عقب جلسة مباحثات خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهار مستمراً في التواصل بين الشعبين المصر والتركي لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نمواً مضطرداً فضلاً عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال التصنيع وفي ظل الرغبة الصادقة للبلدين في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون وللبناء على نتائج زيارة فخامة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي فقد سعدت اليوم والرئيس أردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزرعة كما شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي تهدف لوضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدين وتناولت مباحثاتنا كذلك تأكيد أهمية تيسير حركة التجارة البينية وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بادف رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأطراق في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر الذي مكنهم من زيادة حجم عمالهم وبين منتجاتهم في مصر والتصدير للخارج اشتركوا في القناة